الكثير يتساءل في حل الاتحاد السابق الآن اتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية وتعين هذه اللجنة هل هذا سيجعل لكم من قبل الخارج عدم التعاون معاكم أم سيتعاون معاكم في حالة عدم التعاون شنو هي الخطط البديلة وفي أيضا لإرجاع الحركة الرياضية بالكويت شنو هي خططكم ورؤاكم شوف الله يسلمك هدفنا الآن هو الرياضة المحلية نعم يعني أقول لك عشان شي دي قتلك أنا ما بيأوعد أني أقول لا يبقى أتشار أنا برد النشاط لا ما رحك برد النشاط لأن هذا أنت مثل ما أنت عارف هذه نظم دولية ولازم إحنا نتبعه صحيح فإحنا بالناحيتنا إحنا نبي نحاول نسوي شيء حلو لخدمة النظام المحلي وأنا أدري أن هدف الجماهير اليوم لو تبتكلم أي أحد رفع يقول لك أنا وما يلامون الحقيقة يعني يقول لك أنا أبي الكويت أتشارك خارجيا صحيح فهذا هدف كل واحد اليوم أو كل كويتي أن الكويت تشارك خارجيا فيعني مثل ما أنت عارف يعني إحنا ودنا أن هالشي يصير شفت الحزن اللي خيم علينا قبل فترة بالأولمبيات الذهب إلى الفيدة الديحاني وعبدالطرقي برونزي ما رفع العالم ولا النشيد الوطني يعني الحين الله يسلمك أنت عارف يعني الأخوان اللي كانوا قبلنا بالاتحاد صار لهم عشر تشهر ماكوا يعني بوادر عودة للنشاط فما بالك إذا هم قيروا اللي هم جايين من الفيفا ومعترفين فيهم فما بالك وجو لجنة ثانية فراح يكون الصعب التعامل ولكن فيه أكو أنا كوجهة نظري أشوفها ولعل أني أكون مصيب ولعل أن أكون مخطئ فيها فيه أكو طريقة واحدة وأنا أشوف يمكن سلك واحد أنه يرجعنا إلى المشاركات الخارجية وهي الخسخصة الخسخصة؟ الخسخصة خسخصة الأندية المحلية خسخصة الأندية وتسير الأندية مخسخصة واللي تملكها شركات وكذا في هذه الحالة الحكومة تكون رفعت إيدها أيضا كل من الرياضة ورح يرجع النشاط فيها هذه كوجهة نظري أنا يمكن لعل أني أكون مخطئ يمكن لعل أني أكون أنا مصيب فيها ولكن أننا كلجنة معينة نوعد جماهيرنا أن نقول لهم تعالوا تراباتش رح أرد لكم النشاط أنا ما أوعد في هذا الشيء نحن كل اللي نبي نسويه رح نحاول نسع جاهدين أن نطلع في منظر جميل دوري تنافس قوي في عندنا أفكار أن نخلي دوري درجتين في عندنا أفكار كثيرة أن نحمس الدوري يعني نطوره ونعدله شوي أنا أتكلم محليا